ضمن فعاليات اسبوع هيئة كهرباء ومياه دبي للابتكار وتزامنا مع الحدث الوطني الإمارات تبتكر الذي يحتفي بالابتكار في جميع أنحاء دولة الإمارات نظمت الهيئة مؤتمر المستقبل المقبل لمناقشة دور الابتكار في رسم مستقبل دولة الإمارات الخمسين عاما المقبلة افتتح معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدى بالرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي فعاليات المؤتمر بحضور عدد من المسؤولين ونخبة من المبدعين والمبتكرين على المستويين المحلي والعالمي إضافة إلى نحو ألف مشارك من المؤسسات والهيئة الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وقال معالي سعيد الطاير يأتي مؤتمر المستقبل المقبل ضمن جهود الهيئة لدعم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي توفر البيئة الداعمة للإبداع في مختلف القطاعات